بسم الله الرحمن الرحيم ده الجزء اللي في التسجيل في الجزء الرابع طار وقع فانا بعيد الجملة الاولانية اللي هي اطلاق الجزء الرابع كده نط مرة واحدة عالجملة التانية فادي الجملة الاولى المهمة اللي في الجزء الرابع بتقول الجملة هي جملتين على بعض ان الحكومة لديها ارادة قوية لتحقيق حلم الانسان المصري فالحكومة تعمل جاهدة جدا فحققت الكثير في مجالات عديدة كي يسود الرخاء وينعم المواطن بالاستقرار ورفاية ويل ارادة عمل جاد ويرك هارد اممكن اقول هارد ويرك مجال فيلد رخاء بروسپاريتي استقرار ستابيليتي رفاهية لاججري فعندنا لما نيجي انترجم الجملة هتبقى ان الحكومة لديها ارادة قوية الارادة لتحقيق حلم لتحقيق حلم لتحقيق حلم من المواطن المصري طبعا المواطن المصري طبعا هو الانسان المصري هي المواطن المصري ما فيش حاجة اسمها يعني بالانجليش صعب ان احنا نقول the Egyptian human كانجليزي ما لهاش معنى اكن يعني البشرية متقسمة انواع نوع مصري فهي ما تجيش كده هتقول the Egyptian citizen شايفين ازاي ساعت الكلمة ترجمتها المباشرة ما تنفعش هادي اجزامبل او الجملة التانية جزء التاني منها بيقول فالحكومة تعمل جاهدة the government works very hard انا هنا قسمت الجملة التانية دي لان الجزء الجملة كبيرة والجزء ده ينفع يتقسم يعني افضل في الانجليش بدلا ما عندك فاعل فاعل مفعول او صفة ممكن تعمل full stop وتبتدي جملة جديدة هو دايما بيبقى اسهل انك تقسم الجملة حسب قواعد اللغة طبعا ما دا ممكن تقسم الجملة الاجزاء يبقى افضل لك لو ما عرفتش تقسمها هشتغل عادي the government works very hard فحققت حققت لغاية امتى لغاية دلوقتي يبقى الزمن اللي هيستخدم present perfect it has achieved حققت مقدرش اقول بقى achieved في الماضي وبطلنا المعنى كده بغلط حققت الكثير في مجالات عديدة a lot in many fields مجالات عديدة kai kai يعني so that so that بيجي وراها في المضارع can or may وساعات will عشان تدي معنى مستقبل مهم كان هي الاكثر استخداما والجملة مضارع achieved a lot in many fields so that kaiyasود الرخاء so that prosperity can prevail عايز تعملها المبنية المجهول prosperity can be prevailed ماشي مش هتفرق و و هنا يعني معناها واللي بعده او بينتج عنه انه هو ينعم المواطن بالاستقرار والرخاء يبا هنا و فكرة تقريبا منفاصلة ممكن نعمل كما والاند الانجلش مادام هي فكرة منفاصلة ممكن نعمل كما والاند ممكن نعمل فول ستوب بس مش عينفع اند عشان مش هقدر يبتدي الجملة باند يبا كما اند ينعم المواطن بالاستقرار and the Egyptian citizen enjoys stability استقرار and رفاهية luxury الكلمات اللي هنا كلها مهمة ولازم نتمرن ازاي بنكون جمل و معاني الكلمات في الجملة دي رجاء حفظها و شكرا ورباني يوفقك و ان شاء الله اشتركوا في القناة